اهلاً وسهلاً أعزائي طلبت وطلبات الصف الثاني الثانوي الزراعي نظام الجدرات فني تصنيع غذائي ومعانا وحدة تصنيع صناعة المخللات وحدة تصنيع المخللات والأغذية الشعبية طبعاً بدأنا معاكم الحلقة اللي فاتت ببداية تصنيع المخللات وهنبدأ في الحلقة المهاردة ان احنا نشوف المواد الخام الداخلة في صناعة المخللات طبعاً هننبه تاني على الملابس المخصصة للعمل الملابس المخصصة للعمل لازم تكون معاك في بداية دخولك للمعمل أو المصنع أو المنشأة الغذائية علشان تدخل تتضرب أو تدخل تشتغل لازم يبقى معاك الملابس المخصصة للتصنيع الغذائي أولها غطاء الرأس نبدأ من فوق غطاء الرأس علشان ما فيش أي شعر يسقط في المنتج الغذائي كمامة علشان لو انا اتكلمت ولا حاجة ما فيش رزاز يسقط في المنتج الغذائي جوانتي علشان ايديا ما تلمش المنتج الغذائي اللي انا بصنعه هنا افصلت تصنيع المخللات في الترمي ده أو في الحلقة دي فلازم ايديا نفسها ما تلمش المنتج الغذائي اللي هو المخللات اللي انا هصنعه أو اي منتج الغذائي تاني وكمان علشان ايديا ما يحصلهاش اي اصابة من بعض الالات او بعض المنتجات اللي انا بصنعها لو انا هصنع مثلا مربع في بعض الحالات بيكون سيخنا شوية لو نقطة منها على ايدها طبعا هلتلسى لو اندي لابس جوانتي طبعا مش هيأثر في الجلد لانه هيقع على الجوانتي من بره لازم اكون لابس بلطه ابيض ناصع البياض نظيف ومعقم تماما علشان ما يكونش فيه اي جانب من جوانب التلوث اللي هتلوس المنتج الغذائي بتاعي لازم اكون لابس على الشوز اللي هلابسه غطاء للشوز علشان منقلش اي اتربة او اي ملوثات او اي حاجة للمنتج الغذائي بتاعي عن طريق القدم فعلشان كده لازم لازم اكون لابس الملابس كاملة قبل ما تعامل معاي منتج الغذائي هنبدأ النهاردة نشوف المواد الداخلة المواد الخام الداخلة في صناعة المخليلات اول حاجة المواد الغذائية بقى المواد الغذائية الخام اللي هي ايه اهم الخامات المستعملة في صناعة التخليل هنا في مصر عامة احنا بنخلل الخيار الغذر الليفت الزيتون اللاغضر والزيتون الاسود الكروم البصل الليمون والفلفل اللاغضر وفي بعض الناس بتتخلل الشطة كمان او الفلفل الاحمر طيب الحاجات دي لازم طبعا بتكون نظيفة تماما وبستخدم فيها احسن انواع واحسن صمار شكلها ينفع اخلله او اعمل منه مخلل عشان طبعا هيبقى ظاهر قدام فبعض البلاد زي الهند مثلا والسودان الهند والسودان بيخللوا المانجة بيجيبوا المانجة وبيقطعوها في طور نظم معين وبيقطعوها او هي صغيرة وبيبدأوا يتعاملوا معاها على انها مخل في اوروبا في دول اوروبا عمتا بيخللوا بعض الفكة زي الخوخ زي التين زي الكمترة طبعا بيعملوها بطرق معينة وهم مستساغين طعمها هم استساغوا طعم الحاجة دي بس فطور نطج معين مش لما الصمرة تكبر وتبقى في نهاية النطج للأكل مباشرة ما ينفعش طبعا تتخلط لانها هتقيه من الملح هتبوس من الملح هتبوس طيب هنا في مصر ممكن في بعض المحافظات فبعد المحافظات هنا في مصر بيخللوا الاشرة بتاع البرتقان اليوسفي الاشرة بتاع البرتقان اليوسفي الاشرة بتاع البرتقان اليوسفي وبعد المحافظات بيخللوا استقمار البرتقان البلدي البرتقان البلدي فطور قبل النطج والحبات بتبقى صغيرة حبات البرتقان بتبقى صغيرة بيبدأوا يتعاملوا معها على أنها تدخل في المخللات في بعض المحافظات هنا في مصر بطريقة معينة بيخللوها وهم مستسرين برضو طعمها أهم حاجة في المخلل بالذات أو في أي منذ غذائي عامة على حسب كل مكان الإنسان قاعد فيه الناس اللي حوليه بيستسيغوا إيه بيستحبوا إيه بالناس بين المستهلكين هم طبعاً اللي هشغلوا المصانع هم حابين يكلوا إيه إيه نوع الأكل اللي هم عايزينه الأكل المرغوب أو المخللات المرغوبة إيه هي بطريقة معينة فببدأ أحسن منها وببدأ أنزل في السوق وشوف طلبات طبعاً الناس وأبدأ أنزل بالمنتجات بتحتي وأبيعها وانتج أكتر فبتزيد طبعاً الأرباح زي ما احنا شايفين في الصورة كده في الصور هنا أربح صورة عندي أول حاجة الخيار تاني حاجة الجزر الليفت والزيتون الأغضر والزيتون الأسود الخيار والجزر واللفت والزيتون الأغضر والزيتون الأسود طبعا كلنا بنستخدم الحاجات دي في المخللات كلنا بنستخدم الحاجات دي في المخللات إذا كان خيار أو جزر أو ليفت او زيتون اغضر او زيتون اسود تاني حاجة باستخدمها في تصنيع المخللات المية 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 عمتا لازم بتكون مضيفة تماما ومعقمة تماما من اي تلوثات او اي ميكروباط او اي شوائب لان العنصر من عناصر المواد الغزاية تصنيع المواد الغزاية وخاصة المخللات زي ما احنا شايفين في الصورة كده انا جاي بصورتين طبعا الصورتين بيعبروا عن مقاء المية اللي انا هصنع بيها المخللات اللي انا هصنع بيها المخللات عشان ليها شروط معينة هنشوفها دلوقتي شروط المية ايه اللي هبدأ استخدمها في التخليل اول حاجة لازم المية بتاعتي اللي انا استخدمها في المخللات بنتقوم خالية من اي مواد عضوية المواد العضوية عمتا بيتاجي من مية المجال من مية المجال لو لازم يبقى خط بتاع المية بتاعي بعيد تماما عن خطوط الصرف الصحي بعيدة تماما عن خطوط الصرف الصحي ويحبز لو انا عملت فلاتر اتنق بيها المية اللي هبدأ اصنع بيها المخللات المخللات المواد العضوية عمتا بتسبب رواقح غير مجبولة في المخللات وبرضو بتسبب بعض الاعفان في المخللات فعلشان كده لازم المية بتاعتي بتكون خالية من المواد العضوية لسببين؟ علشان بتسبب رواقح غير مجبولة بيكون ريحة المخلل اللي انا بصنعه علشان اكله بيكون له ريحة غريبة شوية ده بسبب وجود مواد عضوية بالنسبة للتعفن ببعض المخللات لها ريحة عفن بسيطة ده بسبب وجود المواد العضوية تاني حاجة لازم بتكون المية اللي انا هستخدمها خالية من القلوية خالية من القلويات خالية من القلويات خالية من القلويات القلويات عمتا من ضمنها مثلا الصور الكوية عشان الناس تعرف او طلبة تعرف ايه هي القلويات القلويات عمتا بتعمل على ليونة المخللات بتحس ان الجزراية ليينة اوي او الليفتر ليينة اوي عمنا زجلي في ايدك بنسميه هاري المخللات بنسميه هاري المخللات او ليونة المخللات ده سببها وجود قلويات في المية او الاملاح اللي انا صنعت بيها المخللات عشان كده بيطلع المخلل مش تمام او مش كويس والليها برضو حاجة تانية انها بتعادل الحموضة المرغوبة الناتجة اسناء التخمر يعني انا جايب بكتيريا حمض اللي اكتيك وجايب حمض اللي اكتيك علشان انشط بيها البكتيريا طيب انت هتجيب لي ميا او ملح في قلويات معذرات بيسبب تعادل الحماض اللي موجودة في صناعة المخلل فبالتالي ما بيطلعش المخلل بطريقة كويس او منتج بطريقة كويس بسبب وجود القلويات ثالث حاجة بتكون المية خالية تماما ان يكون الماء المستعمل خاليا من املاح الكالسيوم المغنيسيوم التي تسبب الطعم المر او القابض كما في املاح الكالسيوم معذرات كما ان املاح الكالسيوم تترصب على سطح المخللات على شكل بقع بيضاء او تتفاعل مع الاحماض النتيجة من التخمر املاح المغنيسيوم بتسبب طعم المر طعم المر للمخللات واملاح الكالسيوم بترصب على سطح المخللات من فوق وبتسيب بقع بيضاء بتسيب بقع بيضاء فبالتالي شكلها طبعا هيبقى غير مقبول للاستهلاك انا كمستهلف مش هحبز او مش هحب المخللات اللي عليها نقط بيضاء طبعا انت من الوهل الاولي هتحسبها اعفان فطبعا شكلها يبقى مقزش شوية الاملاح الكالسيوم والمغنيسيوم برضو بنتفاعل مع الاحماض النتيجة عن التخمر وبتسبب برضو قلويات وبتسبب تعادل الاحماض وبالتالي بتسبب عدم عدم تصنيع الجيد للمخللات دخوله بسبب ان انا حضيت شوية مية فيها املاح كالسيوم فعشان كده بيحبز ان انا حط مية مقطرة يبقى المية senate مقطرة بعد كده بتكون المية بتاعتي خالية من امله الحديد امله الحديد هنا طبعا بتسبب لون اسود في المخللات بتسبب لون اسود في المخللات ده بسبب امله الحديد طبعا ان انا هشوف اللون الاسود على المخلل طبعا هيبقى شكله مقزش شوية للمستهلك او انا كمستهلك هشوف النقط دي على جزر مسلا الجزر قطع الجزر المخللة طبعا النقط دي شكلها مقزش شوية او مقرف شوية فطبعا مش هقدر اسلكها او مش هقدر اكلها لان انا لسا يسا بصنع المخللات كفادح للشهاية كفادح للشهاية عجبها تسد نفسي ما ينفعش فعشا كده لازم المية بتكون خالية من املاح الكالسيوم املاح الماغنيسيوم خالية من املاح الحديد خمس حاجة يجب ان يكون الماء المستعمل نقي بكتريولوجيا المية لازم تكون خالية من الفطريات خالية من البكتريا خالية من الفيروسات خالية من المايكوبلازمة او الكائنات الدقيقة علشان ما تسبب ليش تفاعل مع المادة الغذائية او الاملاح او الاحماض الموجودة اللي بيستخدمها على الشيء التصنيع او ممكن تسبب بعض الامراض للمستعلك فلازم يكون الماء مقطر او نقي مقنقي او مقطر لا يحتوي الماء على كلور لا يحتوي الماء على كلور الكلور عامة الكلور عامة بيصبت نشاط الكائنات الدقيقة اللي هي بكتريا حمض اللاكتيك اللي بتنشط عملية التخمر دي لان كلور عامة مطهر بنوعه كده مطهر الكلور مطهر فبالتالي او معقم كمان مطهر ومعقم فبالتالي بيصبت لي من نشاط البكتريا اللي انا هستخدمها في عملية التخمر فبالتالي بيكون التصنيع بتاعي غير جيد تصنيع المخليات بتاعي غير جيد فعشان كده لازم المية بتاعتي ما تكونش فيها كلور ما يكونش فيها خالية من الكلور يكون المية خالية من الكلور يبقى كده خدنا اول حاجة الخامات الغذائية تاني حاجة المية ودولنا تضمهم مين هناجل تالت نقطة اللي هي اهم نقطة هستخدمها في تصنيع المخليلات وهي ملح الطعام ملح الطعام الملح عامة مهم جدا في عملية التخليل لانه قحافظ او عضو رئيسي في عملية التخليل اللي هو الملح زي ما احنا شايفين في الصورة كده نوعين من انواع الملح اللي على يمين ملح ناعم اللي يمين اللي الشمال ملح خشن واللي اتنين خالين من الشوائب واي ملوسات او اي حاجة تانية شكلهم يدل على ان الملح ناقي جدا الملح او احد المكونات الرئيسية للمخليلات احد المكونات الرئيسية للمخليلات ما ينفعش اي مخلل ما ينفعش اصنع اي مخليلات من غير وجود الملح عامة انواع ملح الطعام في السوق كثيرة جدا اجودها على الاطلاق ملح المستخدم في الالبان او ملح الالبان ملح الالبان عامة بيكون ناقي جدا خالي من الشوائب خالي من الاملاح الغير مرغوبة باستخدمه طبعا مع الالبان علشان مفوش الشوائب مفوش الشوائب فده احسن حاجة استخدمها في الصناعات الغزائية لانه مقي جدا 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 تاني حاجة ملح المائدة ملح المائدة اللي احنا بستخدمه في كل بيت انه الملح العادي بعد كده الملح الصخري الملح الصخري ده اللي انا بستخرجه من المناجم او الصخور الملحية وده لا هيصبح لأعمال الصناعات الغزائية بالحالة بتاعته لازم عمليه تصنيع وتطهير واستخلاص وحاجات كتير الشروط بقى الواجب توافرها في الملح المستخدم للتخليل قد شرط اول حاجة يا اما ما فوش الشوائب نهيا لو تجوزنا في نسبة الشوائب بتبقى واحد من عشرة في المية واحد من عشرة في المية لذا تزيد نسبة الشوائب الموجودة في الملح عن واحد من عشرة في المية لأن اي شوائب اي شوائب بتباني عطول قدامي في المخللات ولو انا هستخدمه في المنتجات الالبان طبعا بيبان بسرعة جدا بيظهر بسرعة جدا على منتجات الالبان والمخللات بعد كده خلو الملح خلو الملح من املاح الكالسيوم واملاح الماغنسيوم املاح الكالسيوم واملاح الماغنسيوم بيسببوا حاجتين رئيسيتين اول حاجة املاح الماغنسيوم بتسبب الطعم المر الطعم المر في الأكل أو في المخليلات بالنسبة الأملاح الكالسيوم بيترصب على سطح المخليلات بيترصب على سطح المخليلات على شكل بقع بيضة طبعا اللي هيشوفها من الوهلة الأولى هيقول أعفان اللي هيشوفها من الوهلة الأولى هيقول أعفان مش هيقول نديد ترصبات أملاح فبالتالي ان المستهلك هيحجم عن استهلاك او شراء المخللات اللي عليها بقع بيضة بسبب وجود البقع البيضة الناتجة عن املاح الكالسيوم وكمان فيه خطر كمان ان املاح الكالسيوم او املاح المغنيسيوم بتدفع عن احماض الناتجة عن التخمر وبتطلع قلويات بالتالي بتوقف لي عملية التخمر وبالتالي بتعمل لي ان بيكون المندج بتاعي غير جيد في التصنيع او مصنع بطريقة غير جيدة ويكون الملح كمان خاليا من املاح الحديد املاح الحديد اللي احنا قلنا عليها يا شباب اللي هي بتسبب تلون المخلل باللون الاسود بتسبب تلون المخلل باللون الاسود يعني لو جبت جزر او ليفت بلاقي عليه بقع سودة او نقط سودة النقط السودة دي بتبقى بسبب وجود املاح الحديد ياما في الملح ياما في المي بسببها بوجود بقع سوداء اللون على سطح المخللات تلت حاجة يجب ان يكون الملح مائلا للحمودة ولا يزيد رقم الحمودة عن سبعة زي ما احنا شايفين الصورة دي على سبيل مثال معلقة خشب اللي انا بستخدمها في عمليات التصنيع الغذائي في المعمل مليها بالملح الالبان زي ما احنا شايفينه لونه ابيض ناصع خالي من الشوائب شكله يدل على انه يصلح لعمليات التصنيع الغذائي وخاصة المخللات من شكله انه رائج جدا ابيض مفوش اي شواب ترى بالعين المجردة رابعا التوابس رابعا التوابس احنا خدنا كده الخامات الغذائية الداخلة في عمليات التصنيع الميا الملح هناخد رابع حاجة التوابس التوابس طبعا بتختلف من بلد لبلد تختلف من بلد لبلد في بلد بيحضوا توابل بطريقة فضيعة في بلد ما بيحبوش التوابل في بلد ما بتعرفش تكل الأكل من غير توابل طبعا هنشوف انواع التوابل ديوقتي في الصورة اللي جاية زي ما احنا شايفين الصورة دي على سبيل المثال انواع مختلفة من التوابل طبعا اشكالها بتفتح النفس شكلها ضريف كمان غير ان طعمها مقبول في المخللات او اي منتق غزائي بيقبل وجود التوابل بيقبل وجود التوابل بعد كده الصورة التانية بعد الملاعق الموجودة دي كل معلقة فيهم العاقة فيهم موجود فيها نوع من انواع التوابل المختلفة طبعا زي ما احنا شايفينهم اللي فيها الفلفل اسود واخلافه والكمون والكصبرة طبعا باستخدامهم في الاغذية او التصنيع الغذائي وخاصة في المخللات الغرض بقى من اضافة التوابل ايه ان انا بكسب المخللات نكهة او طعم خاص طعم وريحة خاصة بالتوابل لان التوابل المعروفة لها طعم وريحة لها طعم وريحة معينة بيسبب ان الانسان بيقبل على الاكل الحاجة دي تفتح نفسه بمعنى صح هو اكساب المخللات النكهة الخاصة بالتوابل المستعملة وليس لها اي اثر حافظ يعني ما بتحفظش الاكل هي منهش دور في حفظ الاكل او حفظ المخللات لكن كل اللي نقصده ان نضيف التوابل هو اكساب للمخللات الطعم والريحة فقط لا غير طعم والريحة فقط لا غير تشمل التوابل معروفة الخردل المستردى الزنجبيل الفلفل السود الفلفل الابيض والفلفل الحار جسط الطيب الحبهان والمستكة القرفة الكمون الزعفران الكوركم الكاسيا طبعا الحبهان والمستكة طبعا معروفين القرفة والكمون طبعا معروفين كل الحاجات معروفة هنا في مصر بلا استثناء كل الحاجات دي انا بستخدمها داخل المخللات تدي نكهة كويسة جدا وطعم طعم كويس جدا وريحة كويسة جدا للمخللات اللي انا بستهلكها فعلشان كده بيبقى طعمها مقبول طعم المخللات وريحته فاتح للشهية فعلشان كده لازم نضيف كزء بسيط من التوابل على المخللات واحنا بصنعها في المنازل وتضاف التوابل يا امها كاملة او مجروشة او مطحونة او على الهيئة زيود طيارة او على الهيئة زيود طيارة مستخلصة بالتقطير او المزيبات يعني يعني التوابل يا بضفها حبيبات زي الفلفل السود مثلا او مجروشة زي كامون او مطحونة او على الهيئة زيت او على الهيئة زيت او على الهيئة زيت طبعا بيبقى موجودة عند العطار بجيب الزيت او التوابل دي بضيف منها جزء على المخليلات فبيدي طع وريحة كويسين جدا خمس حاجة انا اخدها هي الخل اهم النقطة هنا هي الخل اللي انا بستخدمه مع المخليلات من اسمه طبعا عنصر رئيسي من ضمن عملية التصنيع في المخليلات زي ما احنا شايفين في الصورة طبعا زجاجة خل نقي شكله شفاف ده بيستخدمه في عملية تصنيع المخليلات الخل هو ناتج تخمر قحلي يليه تخمر خليك للمواد السكري السكريات السكريات بيحصل لها تخمر قحلي بعد تخمر خليك بينتج عنه الخل بينتج عنه الخل وقد يصنع من الفواكه كماد دخام كماد دخام او كمصدر للسكريات او كمصدر للسكريات والخل المستعمل في التخليل يجب ان لا يحتوي على نكهة الفواكه لانها تخفي النكهة المميزة للمخليلات والتواب المستخدمة يعني لازم الخل ما يكونش له طعم لازم الخل ما يكونش له طعم لازم الخل اللي بستخدمه ما يكونش له طعم علشان النكهة اللي انا حضطها ضيفة النكهة الرئيسية للمخليلات المعروفة او التواب اللي انا ضفتها التواب اللي انا ضفتها عشان تضي طعم معين او ريحة معينة للمخليلات لازم تصر لو انا جاي مخل في ريحة هيخفيلي الريحة او الرواقح او النكهات اللي انا حضطها او استخدمتها التوابل علشان تدي طعم مقبول في المخللات. الخل المستعمل يجب ان يكون رائقا خاليا من مواد الطافية. لازم الخل زي ما احنا شفنا الصورة الصورة اللي انا جبتها لزجاجة الخل رائقة تماما شفافة شفافة خالية من اي شوائب او اي مواد طافية من فوق. المواد الطافية دي غالبا بتكون اخشية بكتريت حمل خليك كما انه يجب ان يكون خاليا من اي اعصار من الاحماد الغير عضوية. ولازم نسبة حمل خليك في الخل اربعة في المية. اربعة في المية. سادس حاجة بقى بضيفها بكتريا حامل اللاكتيك المسؤولة عن التخمر بكتريا حامل اللاكتيك المسؤولة عن التخمر. البكتريا دي هي المسؤولة عن تخمر المواد الكاربوهيدرات في صناعة التخليل. البكتريا المسؤولة عن تخمر الكاربوهيدرات في المخليلات. وبتكون انواع مختلفة من بكتريا. من ضمنها بكتريا حامل اللاكتيك. وتتميز هذه البكتريا بان تأثيرها على البروتين ضئيل. لو في بروتينات داخل المواد الغذائية بيكون تأثيرها ضعيف جدا. وهي بكتريا غير هوائية. غير هوائية اختيارية. ولكنها تقوم بتخمر الكاربوهيدرات. بعد كده سابع حاجة اوعية التخليل. اوعية التخليل منها حاجات كتيرة جدا. منها حاجات كتيرة جدا. على حسب المكان اللي نصنع فيه. على حسب المكان اللي نصنع فيه. لو في المنزل طبعا بيبقى فيه اواني بلاستيكية او زجوجية. صغيرة الحجم او مدهوسة الحجم. طب لو معمل معمل صناعات مثلا بيبقى فيه الهيال براميل الخشب او البراميل البلاستيك. طب لو مصانع بيبقى موجود فيها احجام مختلفة من البراميل. براميل معدنية من معدن لا يتفاعل مع المواد الداخلة في صناعة المخليلات ولا تؤثر على على المنتجات. يا اما بلاستيك براميل بلاستيك كبيرك الحجم عشان تاخد كمية كبيرة في المصانع او براميل خشب كبيرة. ده على حسب المكان اللي انا اصنع فيه المخليلات. نشوف مع بعض الصور اللي جاية. طب يستعمل في المنازل اوعية من الزجاج او الفقار او البلاستيك سرد السعة. زي ما احنا قلنا البلاستيك الصغير. اما في المصانع فيستعمل لذلك براميل من المعدن الغير قابل للصدق. او التآكل ولا يتفاعل مع المحلي الملحية او مع احمال التخليل والخل ولا تتفاعل مع مكونات المواد الخام مما يؤثر على لونها او طعمها او قومها. معناها اننا بستخدم الاواني الزجاجية او الفقار او البلاستيك الصغيرة ده في المنازل في البيوت اللي كلنا عارفنا. طيب البراميل المتوسطة او الكبيرة ازا كانت بلاستيكية او خشبية او معدنية لازم بالنسبة للمعدنية بتكون معدن لا يصدق ولا يتآكل من نسبة الاملاح العالية ونسبة الحموض العالية. وكمان ما يتفاعلش مع المحلي الملحية او مع احماض الخليل او الخل. علشان لو تفاعل مع الخل او الاحماض او الاملاح اللي موجودة داخل البراميل. طبعا هيأثر على المنتج الغزائي اللي انا بنتجه. على المخلي اللي انا بنتجه. طيب لو تفاعل المنتج ده البراميل ده المعدن تفاعل مع مكونات المادة الخام. طبعا هيأثر على لون المخلل. وهيأثر على الطعام. وهيأثر برضو على القوام بتاع المخللات. وكمان ممكن مع التفاعل بيسبب تآكل البراميل دي. فبالتالي بيسبب خسارة على المنتج. طبعا هيعدمه. وبيسبب خسارة اللي صاحب المصنع على البراميل اللي هو بيصنع فيها. علشان كده انسب حاجة براميل بلاستيك كبيرة. او معدن غير قابل للصدق. غير قابل للصدق او التفاعل مع اي منتج مع اي احماض او املاح او قلوات او اي شيء ان كان. علشان ما اصرش على لون المخلل اللي انا بنتجه. ما يقصرش. ما يقصرش على طعم المخلل. ما يقصرش على قوام المخلل. وبالتالي المستهلك لو لقي حاجة من دي في المخللات طبعا مش هيكبر على شراءها. وبالتالي بتبقى خسارة لصاحب المصنع. ان الحاجات دي هترجع له تاني. بالسبب ان فيها حاجة غريبة. وبالتالي ان هيبقى فيه خسارة على المصنع. وكمان دعاية سيئة للمصنع. وكمان دعاية سيئة للمصنع. زي ما نحن شايفين كده. اوعية التخليل المنزلية. دي اوعية التخليل المنزلية. طبعا فيها انواع مختلفة من البرتمانات. البرتمانات فيه احجام كبيرة او صغيرة. على حسب المخللات اللي انا بعملها داخل المنزل. طبعا فيه منها بلاستيك وفيه منها زجاج. زي ما احنا شايفين انواع مختلفة من المخللات واضحة جدا داخل البرتمانات. ودي بتبقى منتجات في مدارس الزراعة. هنا اوعية التخليل في المصانع او في المعامل. على حسب حجم البرميل. على حسب حج البرميل. على يمين برميل مليانة بالمخللات? في بداية التصنيع. في بداية التصنيع. عشان ما يحدش يقولي هي مش متغطية ليه? في بداية التصنيع لسه. لسه ما حطش المحلول الملحي. ولسه ما حطش طبقة الزيت اللي احنا قلنا عليها. اللي في النص دي برميل بلاستيك. برميل بلاستيك مختلفة الاحجام. مختلفة الاحجام. فيه صغير وفيه كبير وفيه متوسط وفيه كبير. وفيه كبير الحجم. اه. اللي على الشمال دي برميل معدنية. غير قابلة للصدق. وغير قابلة للتفاعل مع المواد الخام الداخلية في صناعة المخللات. كما قد تكون. البرميل من الخشب او البلاستيك او المعدة. يعني ممكن. البرميل دي. البرميل الكبيرة دي. بتكون من الخشب او البلاستيك او المعدة. بتكون زاد ساعات كبيرة. القطر بتاعها يتراوح من تمانية الى اربعة عشر قدم. والعمق يتراوح من ستة التمانية قدم. ويجب ان تكون هذه الاوعية نظيفة. ويتم تنظيفها بعد كل عملية التخليل. وقبل استعمالها في عملية تالية. وذلك بمحلوة صودة كوية. ساخن بتركيز خمسة من عشرة في المية او نص في المية. ثم تغسل بالماء الساخن عدة مرات للتخلص من اصار القلو. بنعمل ايه بقى في المصانع? بجيب صودة كوية. بغسل بيها البرميل دي. او الاوعية دي اللي بستخدم في المصانع. البرميل عامة. بغسلها كويس جدا. بالصودة كوية. صودة كوية او محلول صودة كوية. بسخنه. لدرجة حرارة معينة. السخونة بسيطة يعني. بتركيز الصودة الكوية دي في المحلول ده نص في المية. نص في المية. فببدأ اغسل بيها البرميل من الداخل ومن الخارج. وبعد كده ببدأ اعمل عملية شطف من خمس لست مرات للبرميل داخل وخارج البرميل. علشان اتخلص من اصار القلو. وبكده ابقى نظفت. نظفت البرميل كويس جدا. عملت له عملية تطهير وتعقيم. وكمان عملت عملية نظافة كويسة جدا. البرميل قبل اعملية الانتاج. بالنسبة للغسيل بالصودة الكوية والشطف بالمية خمس ست مرات. ده بعد عملية التخليل. يعني بخفضي البرميل من المخلل اللي فيه. علشان يتعذب ببرميلات صغيرة. علشان قبل ما ابدأ. قبل ما ابدأ في اليوم التالي. علشان عملية اصناع جديدة. بعد نهاية تفريغ البرميل. بابدأ اغسله بمحلله الصودة الكوية. ثم اشطفه خمس ست مرات بالمية الساخن. بمية سخنة. علشان انظفه تماما من اثار القلوي اللي فيه. واثار المخللات السابق. طيب. في اليوم التالي بقى اللي هبدأ فيه عملية تصنيع. بشطفه كويس جدا. بشطف. بعمل عملية شطف. ليه? البرميل. البرميل اللي هبدأ اصنع فيه. شطف بمية دافية. عشان اضمن ان نفوش اي رواية اي حاجة مترصبة. او اي اثار تانية او اي اتربة. اي اتربة من عملية ترك البرميل داخل المخازن مسلا. علشان ابدأ عملية تصنيع مخللات بصورة امنة وصحية. ويوجد بكل برميل حنفية مسبتة بجدارة. يعني الحنفية دي بقفلها كويس جدا. وبسبتها كويس جدا علشان مطلعش. ليه? علشان بفضي منه السويل. مفضي منه السويل اللي فيه. تامن حاجة بقى وديه الاهم الخطوات العامة للتخليل. اهم نقطة. انا هعمل التخليل بقى انسان. اول اول حاجة. الخطوات العامة للتخليل. اول حاجة الاستلاة. تاني حاجة غسيل. تاني حاجة الفرز. بعد كده الرابع حاجة التمليح. في اين وضعين تانيين? اللي هو الاعداد والتجهيز والتعبئة. الاستلاة معمتا لازم. وانا بستلم. اي حاجة هعمل منها المخللات. لازم شكل شكل المادة الخام بتاعتي. شكل المادة الخام. ازا كانت مثلا خيار. ليفت. جزر. زيتون. ابيض اخضر او اسود. او اي نوع هخلله. لازم تكون الصمرة نفسها سليمة. شكلها كويس. شكلها مقبول. ينفع. معها التقطيع. ما يكونش فيها نسبة اي نسب من التلف. علشان ما يقصليش على باقي المنتج. اولا الاستلام زي ما احنا قلنا. يراع عند استلام الخضروات قبل بدء اعمالي التخليل. ان تكون في درجة النطج الملائم. وتفضل عادة الاحجام الصغيرة مثلا في الخيار والبسط. ويجب الله تطول الفترة بين جمع الخضروات من الحقل. حتى دخللها عن عشر ساعات تقريبا. معناه ايه? ان انا ساعدة سلم الخضروات لازم بدرجة النطج الملائم. يعني قبل النطج النهائي بنسبة بسيطة. ما يكونش نطجة تماما. ما يكونش النطج التام. يفضل بقى ان حجم الحاجات اللي انا هخلي لها بتكون صغيرة. زي ايه? زي الخيار او البصل. حجم الخيار النفسها بيكون صغير. حجم البصلة بيكون صغير. علشان ابدأ استخدمها في التخليل. بالنسبة للفترة اللي ما بين جمع الخضروات من المزارع او من الحقل. لغاية ما ابدأ تخليلها ما تزدش عن عشر ساعات تقريبا. من عشر لاتنشر ساعة. ليه? علشان الخضروات بتاعتي دي بتبقى تازجة. تظل تازجة. تظل تازجة. تظل ايه? تازجة. علشان ابدأ اصنعها وهي لسه في مرحلة انها لسه تازجة لسه ما تاني حاجة الغسيل. تاني حاجة الغسيل. بيجرى غسيل الخضروات خاصة اذا كانت غير نظيفة اذا كانت غير نظيفة ويرى ويرى البعض عدم غسلها لتلوزها ببكتيريا حامض الليكتيك. ومع اني انا بفضل انها تغسل. مفضل على ان الافضل غسلها. انا نفسي بفضل انها تغسل. وبضيف لها بادئ يحتوي على البكتيريا اللي هي البادئة في التخليل او بكتيريا حامض الليكتيك او بكتيريا يا حامض يتخليك. يبقى اول حاجة بستلم الخضروات وهي طازجة باحجام مناسبة باحجام مناسبة بصفات جودة مناسبة. وفي بعض وفي بعض الخضروات يفضل اصناف عن اصناف عشان تنفع في التخليل في اصناف تنفع في اصناف ننفعش. بعد كده بعمل لها عملية غسيل. وبضيف ليها بادئ يحتوي على بكتيريا حامض الخليك للمخللات. تلت حاجة الفرز. تلت حاجة الفرز. يعني بعد الغسيل بعمل عملية فرز مرة تانية. يعني الغسيل الاستلام الاولاني. اللي بعمل فيه عملية فرز. بشوف المصاب بركنه. وباخد الاحجام المدساوية من الخضروات اللي انا ادخلها في عملية التصنيع. بعد كده ببدأ عملية الغسيل. بعد كده ببدأ عملية الفرز. وبشوف الملايم ايه? وغير الملايم ايه? تجنع عملية الفرز الاستبعال التالف والمصاب. التالف والمصاب. الغسيل عمتاً. الغسيل عمتاً. بيبين لي التالف او البايز من او المصاب من من السليم. وممكن بيبقى بعض الصمار انا مش مستحب يعني اه انا مش مستحب ان انا اصنعها. فببدأ اركنا وباخد الحاجة المرغوبة او الصمار المرغوبة ان انا اصنعها. عشان كده بتلاقي ان المخللات بتاعة المطاعم مسلا او المصنعة في المصانع او في المعامل لها نكهة ولها طعم وبطريقة بتبقى افضل شوية من المصنعة في البيت او في المنازل. علشان انهم في المصانع بيعملوا عملية تفرز للصمار. بياخدوا اللي ينفع يتخلل والتاني بيركنوا. اذا كان بايز او غير مرغوب فيه. بعد كده عملية التمليح. عملية التمليح. يقصد به وضع الخامات الزراعية في محلية ملحية مختلفة للتركيز. على ان يتم فيها التغيرات المرغوب فيها حيث تعمل نواتج هذه التغيرات كماده حفظة. يعني ان انا بحط الخامات بتحتي او الصمار بتحتي اللي انا جاهزتها وعملت لها عملية غسيل وعملية فرز ببدأ حطها في محلية ملحية. في محلية ملحية. بالنسبة للملح هنا بيعمل على انه كماده حفظة بينقسم التمليح الى قسمين. اول حاجة تمليح جاف. تاني حاجة تمليح رطب. طرق التمليح. طرقتين. يعمى تمليح جاف يعمى تمليح رطب. اول حاجة التمليح الجاف. تمليح الجاف يضاف فيه ستة كيلو ملح جاف لكل ميت كيلو لكل 100 كيلو خضار والمسج الجيد لاستخلاص عصارة الخضار ووضع الثقل فوقها وغمرها بالمحلول الملحي المتكون نتيجة الضغط الإسموزي يعني هنا بحط كل 6 كيلو ملح لكل 100 كيلو خضار وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم وقتنا خلص معاكم بسرعة ونلقاكم قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة